السلام عليكم هتلقى ودرا يدخل عندي ذو الأيامات غنيلقى غير كيف ما ترش مع أخوتك كيف ما توقفش في الوقافات تا أخوتنا المتقاعدين المعطوبيين ذوي الحقوق والله شو نقول لكم قاعدنا نتألموا قاعدنا قاعدنا نعانوا من نفس المشاكل لم يعانوا منها أخوتنا ولكن قاعدين نحكي لكم هذه الحكاية هتلقى قبل ما يقبط ألمانيا فأني كان عندها طموح خرج من الحرب العالمية الأولى وما عشبوش واحد القرارات وما عشبوش استيسلام ألمانيا وكل شيء قاعدة تحرك في قلبه وهذا هتلقى يكون نافر من الألمانيين ولو نرجع التاريخ نشوفه وشتادار وشتمادار 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 ولكن كان عنده هو صاحب فكر كان صاحب فكر رابد معه رسالة ورافد فكر وعنده طموح حتى أنه قال لهم كي كان في السبيطار يفوت كي كان مريض مبليسي من عينه ما يشوفش قال لهم جاني في المنام واحد قال لي ودينتالي تصوفي ألمانيا هو أمن بذلك الفكرة وقاعد يمشي فيها وقاعد يجي يناضل في البداية نضال التاع كان حسب كل شيء يجي بالقوة قاعد حوص على القوة كتير التجموات حضرت الطاح في جروب من بعد القادة جروب عندهم واحد النخبة سموهم معرفة ليش نخبة العاصفة المهم كأن هذا الحزب كان فيها في نخبة كبيرة مسلحين أي قاعد يخدم يخدم هيتر بانتله بلي كل شيء يده بالقوة دار مارس القوة ولكن نفشل دخله الحبس وقاعد يدخل الحبس قاعد يراجع في نفسها عرف بلي ما ينجمش ما ينجمش بلي كل شيء بالقوة ما ينجمش بلي كل شيء بالإحتجاج ما يخدرش هذا هيت لرس ورها موثقة في تاريخ قاعد يخمم قاعد ينتاج طرق ونمرس السياسة يعني قال لهم نلعب كيميرا يلعب الكيميرا كأن القانون تاع ألمانيا نلعب معها هيا بدأ فالنطال تاعها بدأوا من بعد ولا مؤثري أثر في الجماهير وراحوا دار الخطر لولا طروا بورسو ومن بعد عودوا بورسو ومن بعد هتاولا هتاولا يدي 20% ومن بعد داروها رئيس الوزارة هيا هتاولا هيتلر هو الفوخر ألمانيا ولد عندها قاعدة شمارية كبيرة هو علي أخوتنا اللي 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 يرام يناضلوا والله عشر سنين والله سبع سنين وبزاف هي ماش بزاف النضال ولكن احنا نقوله بزاف دايما يخرجوا دايما نضال وإحنا رأي كي رأي واحد الزمالة عدنا فاني فاني ماذا بهم يناضلوا على حقوقهم ولكن نقول لكم بكل صراحة قال لك ودي يقولوا ما عجبتنا شم ممارسات قال لك ما عجبتنا شم ممارسات ولا هم الحق في ذلك وانتم ما فانيكم تخموا ما فاني ولا هم الحق في التفكير وفي أفكاركم ولكن المصحظين قدروا كي تجي تشوفوا احنا يا كاما متقاعدين وكاما عطوبين وكاما جرحاء وكل هو ذوي الحقوق وكل شيء يعني تعدادنا رأي يفوت المليون رأي يفوت المليون لي دخلنا العائلات رأي يعني ويعاء كبير نظن إنسان يمشي حسب القوانين ويسي يحل مشاكل تاها بمورونا على بقى لك باللي المتقاعدين كعارش حرافين ونوخب أو لسي كعارش حرافين ونوخب كالأصناف كالأصناف فيهم العسكرين محترفين فيهم السياسين محترفين فيهم الدبلوماسين محترفين كالأصناف هذو ياريت هم فاني يحلوا مشاكل فاني قعدنا مشاكل ولكن ما الطريقة ما لقيناش طريقة الطريقة المنتهجة حاليا خاطئة دبزات هذو كل شيء موش مليح وعلي إحنا نقولوا إن شاء الله يطيقوا الأسر هذو اللي حكموهم هذو تعال مع طوبين والإبليسي والأتريتي حكموهم وقال لك الراقبة يجمل بالراقبة يجمل قال لك اضرب التحت مهما كان شوفها على أساس أنها تحاكم فيه ولكن شوفها على أساس أنها أنها مضرور ومعرفش يعبر واللي يبغيت وتحصلوا في طيشهم ولا قالوا ودي يحصلوا فيه في الشباب الشباب طاعش وضرب التحت لكن المخالقة فاني را عندهم بعائلات وتأكد باللي بخارجوا مساكن حتى تقارعوا وبعد ذلك الراتب البسيط هذا يحتجوا بعائلات ويعبروا على استياءهم كل شيء ما لقاهم إلا ذلك الطريقة وعليه إحنا قلنا ماذا بينا أنهم تكونوا ليد واحدة ما تكونش الحساسية فيما بينكم حساسية هذه منظمة تنسيقية هذه الأمور ما تخدم لكمش خلاص ما تخدم لها شخلاص أنا على سنة ما نشوف ما تخدم لها شخلاص هيلو كانت واحد الصيف الصف وتمارسون نيضال يعني كما 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 دار أهل مو شريع الجزائري ولا وتقدموا غير بالليتي بالليتي تلقوا الناس بزا في تعامكم من أعلى مستوه تلتها تلقوا بزا في تعامكم خادش علش خادش التصرف التعكره ساليم على قلت الخطرفات في الفيديو قلت لك احنا كيونا منضمين والله من تسبيل الأسلاك الأمنية ما هوش من مبادئنا خلاص الاحتجاجات والفوضى واستعمال القوة ما هيش من مبادئنا خلاص كيما نقول لك أنا يا كيم بزاف لم يشوفوا فينا فاني عندهم نفس المبدع عندهم نفس المبدع وان احنا خوتنا فاني اللي يكونوا معززين ومكرمين وهذا هو النضال لربما تدفعوا فاتورات ولكن على الاقل يكون النضال عندها قواعد مؤسسة بالصح مش شي حاجة فيها الهامجية حاجة فيها الشوك هاد الأمور ما يخدموش وعليه اقمشتون ما ممارسات يعني راه فيش حال سبع سنين وثمان سنين ولكن ما جابت حتى نتيجة ما فهمت شانا على ما ما جابت حتى نتيجة ومشكلة اننا ما ننقوش حتى ما عملنا هادروا واحد يقول لك جوسويا ريس بو مصاب لعذا الشي هذا واحد يتحمل مسئولية ما ملقيناش وعليه روحونجو انتبالي ولو تنتهجو يعني النضال يعني عن طريق القوانين ويكون نضال يعني طريقة سالسة وفيهم ورونة انظرني يتحقوا كامل المطالب ومش شغل احنا مضرورين بزا في اطراهم مضرورين في كامل القطاعات ولكن التأثير هو الصح والقوة هي الصح ويقول لك عقلين خير من عقل واحد وثالث عقود خير من زوج عقود اه انا يريد يريد انكم تصبوا في وعاء واحد توسسوا ذوي الحقوق مع طوبي نتريتية كلها ونصبوا في وعاء واحد يريد ونكونوا منظمين ومؤطرين ويضربوا بنا المثل من حيث الانضباط والروح الوطنية وكل شي يضربوا بنا المثل ويكون نضالنا مشروع مشروع نضالنا مشروع ما عندناش تجاوزات وين يحكموك من يدك ودي عندها تجاوزات ودار 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 يحكموك من يدك سراننا 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 كل النمر اللي كان في رأسه قدرة وبعد حاصل روك جاوي الشعبي يسلكوه من بعد قالوا له والعمينا خايف نسلكوك بساطة بايعك شينين قال له ما نشضامنين فيك خايف نسلكوك تقاطاكينا قال لان خايف نقل قدرة من فوق رأسك تقاطاكينا هذا هو المشكل يريد الرسالة توصل لأخوتنا والله نضال صح فيه مشقة وفيه تعبوا فيه ولكن إنسانية مطالب ذاك الشي يريد تكونوا بعد على الاشتباكات هذه يريد تعاودوا وتأثروا كي نروحوا للشغل قانوني حتى أخوتنا ذو لهم في المنظمة وكل شيء ما يكون إنسان مبلع الباب سيدي عاودوا من جديدة عاودوا من جديدة عاودوا من جديدة حلوها وعاودوا كل شيء مجديد عاودوا كل شيء مجديد عاودوا كل شيء مجديد طريقة قانونية وفلا ربما تكون كاينة نتائج مستقبلية ولكن كين كونهم نظمين وكين كونهم أطرين القوة والله ما توصل حتى الحاجة وتكون ورا لي حكيت لكم هيتلر ما توصل حتى الحاجة ما توصل حتى الحاجة إخوتي حتى الحاجة واخوتنا لم يتفرجوا فينا قالوا كاينة الرقبة يجمل وضربوا لتحت الرقبة يجمل هذو كل شيء ببارها من قبض ومساكين وغالب من نارفين وعاك تعرف نارفين وظروف ضدهم وكل شيء ربما بنت لهم باللي يودي هو الخيار وكل شيء طاقوا هم يشاوروا ديارهم طاقوا هم يشاوروا وبالنسبة للنظال يا أخويا أنا نشوف كي معك الله أعلم أنا نشوف كي معك الله أعلم بلاك بلاك ندروا نتيجة بلاك والصبر هذا الشيء اللي هذا الطرح اللي يبالي وربي يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله ورانا نشوف إن شاء الله سمحونا